وسط الكارثة التي حلت بالمغرب إثر الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز مخلفاً أكثر من 2500 قتيل تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين تحت الأنقاض إلا أن المشاهد في إقليم الحوز بؤرة الزلزال وأكثر المناطق تضرراً تشي بأن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق عمال الإغاثة يواجهون تحدياً للوصول إلى القرى الأكثر تضرراً في منطقة جبال الأطلس وهي سلسلة جبال وعرة غالباً ما تكون المناطق السكنية فيها نائية حيث انهار الكثير من المنازل فيها لحظات مرعبة لا زال يعيشها سكان القرى التي ضربها أقوى الزلازل في تاريخ البلاد مع استمرار تسجيل هزات أرضية ارتدادية متفاوتة القوى والأضرار تنزرت حكاية حزينة لقرية مغربية معزولة مسحها الزلزال من الخريطة القرية التي استيقظ من بقي حياً من سكانها صبيحة يوم السبت الماضي وقد اكتشفوا أن الزلزال مسح القرية من التخطيط الجغرافي ما تبقى منها بيوت طينية مهدمة وأناس مجتمعون في أسفل الجبل يتلقفون مساعدات بسيطة جلبها ناشطون ومحسنون معالم الحزن تغطي وجوه الشيوخ والعجائز في حين يكابر الشباب والصغار لإخفاء مشاعر الصدمة والحزن لديهم القرية التي تبعد ثمانين كيلو متراً عن مراكش تقع في حضن جبل حجري مرعب تقابلها جبال رهيبة من سلسلة جبال الأطلس وبين الجبال منحدرات خطرة يتخللها واد جاف وقطع فلاحية متناثرة ولا يكاد يلتفت أحد لها نظراً لوجودها في هذه المنطقة الخطرة المعزولة تسبب الزلزال في انهيار حجاراتها وقطع الطريق ما جعل من الصعب أو شبه المستحيل إخراج الضحايا من تحت الأنقاض أو على الأقل نقل المصابين وعلى الرغم من ذلك تواصل أجهزة وزارة التجهيز والسلطات المحلية العمل الليل نهار لإبقائها مفتوحة لنقل الضحايا والمصابين ولتزويد القرى المعزولة بما يبقي سكانها على قيد الحياة اشتركوا في القناة